السلام عليكم اليوم سنرى الكاتا جيدي سنرى بسرعة وعجلة نقاط أولا المعنى والأصل ثم سنرى اشتغال الوركين ثم تصديات البلوكاج ثم إقاع الكاتا المعنى والأصل هذه معلومات تكون مفيدة لأن الإنسان الذي يريد أن يدير الكاتا يكون عنده عليها بعض المعلومات التي تساعده المعنى والأصل معناها يد الرحمة وكذلك عشرة أيدي لأن الكاتا تحاكي مواجهة ضد عشرة خصوم الاسم الأصلي هو جيدي نسبة إلى سلاح اسمه جيدي لكن عند وصولها إلى اليابان من أوكيناوا أصبحت تسمى جو تي جو تي جو هي عشرة والتي هي اليد جو تي أي عشرة أيدي هذه الكاتا متواجدة بين امتحانات بين كاتات امتحان الدرجة الثالثة من الحزام الأسود وهي من بين الكاتات العليا جيدي تحتوي على 24 حركة وهي من ابتكار الأستاذ أنكو إيطوزو الذي كان هو الأستاذ فونكوشي أصل الكاتا حسب الأستاذ فونكوشي يأتي من شوراي ريو نهاتي اللي كاتنا القجوريو القويش ريو لكن الأكثر يراها أكثر قربا من الكاتات الجين والجيون المنتميين لأسلوب طوما ريو اللي هو مشروك مع شوراي ريو اللي فيه الشطوكان إنها الكاتا الأقصر من ضمن الكاتات التلج جون جين جيتي جيتي هي الأقصر تتميز جيتي بكونها منظومة للدفاع ضد العصي ضد العصي وذلك يتجلى في البنكيات غير أنها تصلح كذلك ضد دراعي الخصم مع تقنيات لتكسيرها وبالتالي هي تصلح كذلك لتقوية عظام الممارس وعضلاته الرشقة لمسكل مو من مميزاتها أنها كاتا خالية من التقنيات بالرجل ومن التقنيات الهجومية بل هي بأكملها كاتا دفاعية جيتي كأخواتها جين وجيون تبدأ بنفس التحية جياء كاماية جياء كاماية التي لها جذور في الكونغفو الصيني القديم النقطة الثانية أشتغال الوركين هذه الكاتا موضوعة بطريقة تتيح تعلم الاستعمال الفعال للوركين أثناء الدفاع وبالخصوص عند البلوكاج أو التصدي كما نقول التصدي هو البلوكاج لكن التصدي يقدر يكون هجوم عليها نستعمل كلمة بلوكاج عواد التصدي كما سيأتي كما ترتكز هذه الكاتا على الانسجام بين حركات الوركين والأطعاف وعلى تموضع المرفقين لكود تموضع المرفقين في الوضعيات وعلى التصلب الصحيح للعضلات الجانبية للجسد العضلات الجانبية للجسد التي تدخل كلها في الترابط بين التقنية والهارة فحتى الحركات البطيئة يتم تنفيذها بنوع من القوة والانقبال عفوا بالرغم من خلو جيتي من حركات حقا معقدة فإن بعض حركات الوركين تقتدي كثيرا من الممارسة لإخراج كيمي جديد إنه من الأساس أن يظهر الكاراتيكا فكرا حربيا حقيقيا في كل حركة وأن ينفذها بطقة كاملة وبقوة تدميرية النقطة ما بعد الأخيرة التصديات لبلوكاج الكاطا جيتي ضرورية للممارسين الذين لا يحبدون الاشتغال على البلوكاج لأن هذه الكاطا سترغمهم على تعلم البلوكاج بشتى أنواعه في الماضي كان التصدي البلوكاج هو التدريب الوحيد المسموح به للمبتد بحيث يتدرب عليه مدة ضويلة قبل أن يتعلم التسديد باليدين والرجلين لقد كان الكيهون هو دراسة التصديات لبلوكاج وخط الصديات قدرت تكون هجومات نقولوا كان الكيهون بكري هو دراسة لبلوكاج واستعمالها كأنها هجومات وذلك من أجل تقوية تقوية قوة دهنية كبيرة للصمود أمام الخصمة ومن ثم يصبح الصمود بالبلوكاج هجوما مدمرا لأنه فيه قوة دهية وبدنية كبيرتين في الوقت الراهن لا يحبد الناس التدريب كثيرا على البلوكاج ولكن البلوكاج هو اختصاص الكاراطي في جي تي يمكننا التدريب على تقريبا كل بلوكاجات وإيجاد جميع العناصر الأساسية لتنفيذها بفعالية وواقعية جي تي هي البلوكاج بامتياز ونعلم أن أي بلوكاج يمكن أن يصبح في حد ذاته هجوما إن بعد بلوكاجات مثل تيتسوي قيدانباراي أكيوكي يمكن أن تدمر الخصم إذا استعملتها في التوقيت المناسب لو فهمنا جيدا البلوكاجات وقمنا بتنفيذ جي تي بكيفية جيدة يمكننا التصدي لهجوم أي خصم كما لو كانت لدينا عشرة أيدي يعني هو في الأصل معنى دي لها أنها كذب زمع عشرة للناس ولكن في الحقيقة إلا جيت تشوف يعني كذب على نفسك كأنك لو كانت عندك عشرة أيدي يعني القوة دي العشرة دي الأيدي من عندك ليس خصوم هو المعنى الحقيقي نقطة الأخيرة إيقاع الكاتا جي كلي في الإقاع في الإقاع ، الريتما هناك السرعة الدهنية بين السرعة دي الجسم و بين السرعة الدهن السرعة الدهنية أو الإيقاع الدهني ومعرفة إيقاع الكاطة هو الذي يحدد فهمانا للكاطة إذا فهنا مزيان الإيقاع ذي لها قد نفهموها مزيان عندما نكون شبابا فإننا ننجذب إلى كل ما هو سريع لكن السرعة ليست هي الهدف السرعة شيء نسبي السرعة هي العلاقة بينك وبين الخصم ينبغي جر خصمك إلى إيقاعك الشخصي لكن ما هي الوسيلة؟ بل جر العدل إيقاعك الشخصي الوسيلة هي قوتك الدهنية مستواك الدهني المونطان الانتصار يقوده الدهن القوي وليست القوة المجردة أو السرعة المجردة التمرين الأساسي في تمرين الدهن على الانتصار هو الكاطة فعندما نتدرب عليها فعندما تتدرب عليها ضع نفسك أمام نفسك وحاول البحث على أفضل إيقاعك أفضل سرعتك عندما ينبغي التأني قم بالتأني وعندما ينبغي السرعة قم بالسرعة إن بعض الشباب يرغبون في تنفيذ كل الحركات بسرعة والكاطة كلها بسرعة وبالتالي يخطئون في التنفيذ أثناء التنفيذ تنفيذ الكاطة السرعة أثناء تنفيذ الكاطة معناها التعرض للوفاة أمام الخصم يعني السرعة أثناء تنفيذ الكاطة معناها التعرض للوفاة أمام الخصم وكذلك تسريع ارتكاب الخطأ المميز لأنه لا يعمل مع المزروب ومن المزروب يتلقى ضربة قاتلة الكاتة الجديدة ليست كاتة اعتباطية بل هي كاتة أساسية تدربك كيف تقوم بالبلوكاج بقوة ذهنك اللاشعري لم تحس وليس بالقوة الواعية إنه ليس من السهل أن تجعل البلوكاج على أنه هجوم فعندما تصل إلى مرحلة القضاء على الخصم بالدفاع فقط دفاع هو في جوهره هجوم بالقوة غير واعية بقوة الذهن فعند ذلك تكون قد فاهمت مضمون الكاتة جديد وقيمتها التعليمية هذا الحبس هنا ومن بعد الفيديو الثاني سيكون حول نصائح في التنفيذ إلى الملتقى أص ترجمة نانسي قنقر